نامستي دوستو ميرانام دينا هي أوريهي ميري يوتيوب شانل سوبر ماركيت أجمي أبكو بهاراتي أتركي بارمي بتاونجي خواي إزاييوكو أنا دينا بلوغر السوبر ماركت ودي قناتي سوبر ماركت أنا مصرية القناة بتاعتي فكرتها عن الصفر واللف في السوبر ماركت بقالي 9 سنين بسافر وزورت 15 دولة وأربعين مدينة وبكتشف ثقافات الشعوب من خلال أكلها أنا شخص مؤمن إن السوبر ماركت تقدروا تعرفوا من خلاله حاجات كتيرة جدا عن البلد ممكن تعرفوا ثقافات الشعب عاداته وتقاليده تاريخه كمان جغرافية البلد كل دوت من خلال المنتجات اللي بتبقى موجودة في السوبر ماركت أنا في العادة بشتري أغرب الحاجات الموجودة في البلد ديت وبصورها وبجربها وبكلمكم عنها في فيديوهاتي الفيديو ده أنا هكلمكم عن رحلتي للهند انت عملت فيديو تحدي مع نهلة صديقتي من قناة نونزوي كنت وعدتكم إن أنا هعمل ريفيو أجرب معيكم المنتجات اللي أنا اشترتها من الهند لكن فكرت شوية ولقيت إن أنا ممكن إن أنا أعمل حاجة أكبر من كده ممكن أعمل بدل الفيديو الواحد تبقى تلسلة فيديوهات أكلمكم فيها عن رحلتي للهند وأقول لكم كل المعلومات اللي انتوا محتاجينها علشان تقدروا إن انتوا تنظموا رحلتكم للهند بنفسكم أنا بشكل عام ما بحجزش رحلتي مع شركات أنا بحجز رحلتي بنفسي وأحب أن أشارككم إزاي أنا بعمل كده فإحنا دلوقتي هيبقى عندنا أربع فيديوهات الفيديو الأولاني عن إزاي تحجز رحلتك للهند بنفسك الجزء الثاني عن الحاجات الغريبة اللي أنا يفتهى في الهند والحاجات اللي اتعرضت لها كواحدة مسلمة جوا الهند هتتحكوا وتتفاجئوا من حاجات كتيرة جدا موجودة في الفيديو ده فاستنوا الجزء الثاني هيبقى عن حبي العظيم لإلى السوبر ماركت طبعا هقول لكم خبرتي في السوبر ماركت أنا روحت للهند مرتين ولفيت كزا سوبر ماركت فوشتريت حاجات كتيرة جدا من هناك فأنا عندي معلومات كتيرة جدا ممكن تفيدكم عن السوبر ماركت في الهند وهعمل لكم جزء منه حاجات للمنتجات اللي هي توابل والحاجات اللي ليها علاقة بالأكل والجزء الثاني هيبقى عن زيوت الشعر وكل حاجات اللي ليها علاقة بالعناية بالجسم فاعملوا دلوقتي سبسكرايب للقناة بتاعتي عشان ما تفيدكوش الفيديوهات الجديدة اللي هتيجي يلا بينا نبدأ الفيديو في الفيديو بتاع النهاردة انا هكلمكم عن معلومات الفيزا حجز القتلات الطيران اهم حاجة تستنوا الاخر الفيديو علشان هقول لكم معلومات مهمة زي لا اي حاجة جماعة ما عليش انا نسيت ان ان حط البندي يعني ان كنت محضرها وصورت المقدمة بتاع الفيديو وقررت انه ما عليش بقى هحطها في نص الفيديو عادي مش مشكلة دي اسمها بندي وتبقى ستيكرز هوريها لكم وهي بتتباع في مجموعة كده وبس بتبقى ملونة وفيه ديزاينز كتيرة وافكار كتيرة جدا تبقى مشغالية ورخيصة يعني في البداية انا حابة ان اقول لكم انا ليه اصلا بحب الهند انا الهند بالنسبالي مش بلد عادية وانا عندي ثلاث سنين وانا بتفرج على افلام هندي عائلتي بتحب الافلام الهندي لما اديش دخل مصر بدأت ان انا ادور على القنوات العربية اللي بتنزل افلام هندي وبعد كده القنوات الهندية بدأت ان انا اتشات مع ناس هنود وبتابع نفس القنوات اللي هم الهنود نفسهم بيتابعوها ممكن انا قد نتكلم احسوا ابدا ان انا واحدة مصرية عايشة في بلد تانية وحاسة ان ايه صاحبتهم اللي هو عادة معاهم في نفس البلد وتفرج على نفس البرامج وتنقشوا نفس الحاجات عندما اتخرجت قررت ان انا اخد الحب بتاعي لحاجة اكبر شوية قررت ان انا اتعلم هندي طبعا ده كان اهلي لو حاسوا بقى ان ايه لا دي هبت مني الجامد هبت قوي يعني باخد الكورس في المركز الثقافي الهندي في القاهرة الموعيد بتاع الكورس كانت مشكلة شوية من 3 ال 4 تلات ايام في الاسبوع فلوهو نوي كنت انا هقدر ان انا اه 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 اعمل ده مع شغلي فقررت ان انا اه بعد سنة من بداية الشغل ان انا هسيب شغلي ما عليش يا جماعة اعذروني يعني مش عايز ابرر بس ما علينا يعني مهم بات كورس اه ان انا اقرأ واكتب هندي الهند بلد بتشجع على السياحة وبالتالي الحصول على الفيزا بتبقى مش مش معقدة وسهلة وانا بصراحة معرفش حد ترفض فيها قبل كده كل حاجات اللي هي المطلوبة حاجات بسيطة جدا اللي هي موجودة بتبقى مطلوبة في اغلى السفارات تقدموا كشف حساب بنكي فيه فلوس تقدر تتغطي تكاليف رحلتكم هو اسمه اتش ار لتر ده بيبقى خطاب من جهة العمل بيبقى مكتوب فيه يعني تفاصيل ان فلان الفلاني بيشتغل في الوظيفة فلانية عندنا من سنة كذا وبيبط كذا وبتاع عشان ده برضه بيعرفهم ان انت شخص قاعد في البلد ديت مش هتهرب يعني صورتين خلفية بيضة وبتملوا طبعا الابليكيشن اللي هو بيبقى موجودة على الويب سايت بتاع الهند احط لكم اللينك بتاعت الابليكيشن ده في صندوق الوصف تحت بتدفعوا الفيز بتاعت او هي مصاريف الفيزا تقريبا 1755 جنيه انا لما كنت بسافر كنت ارخص من كده بكتير بس وحاليا هي ديت السعر بتاع الفيزا والفيزا نفسها بتطلع خلال ثلاث يام بس متوسط سعر التذكرة من بلدي مصر لديل هي تتروح من 6000 ل7000 جنيه حسب شركة الطيران اللي انتوا تختروها انا سافرت على خطوط الطيران القطرية عظيمة جدا في كل التفاصيل هقول لكم انا بعمل ايه بالضبط انا بدخل على موقع اسمه سكاي سكانر بتكتبوا الوجهة بتاعتكو يعني البلد اللي انتوا مسافرين منها للبلد اللي انتوا رايحين ليها وبتختاروا التاريخ فيه اختيار بتدوسوا عليه بيجيب لكم الشهر كامل كل الايام تكلفة الرحلة بتاعتكو هتبقى فانتوا تقدروا على اساس كده تتنظموا الايام بتاعت رحلتكم بعد كده هوا تطلع لكم بقى مواقع مختلفة تقدروا ان انتوا تحجزوا عن طريقها التذاكر اللي هو بيطلعها لكم بالاسعار دي بقى فيه اختيارات كتير انا شخصيا مش ممكن احجز تذكارتي عن طريق موقع وسيط ابدا يعني انا باعرف الاسعار فين بعرف الايام فين بستخدم الويبسايت ده زي ايه جايد كده او دليل بيعرفني ايه افضل ساعر في افضل يوم وخلاص اخترت شركة الطيران اللي انا عايز اطلع عليها مثلا سي مثلا طيران القطرية بروح على طول مباشرة على موقع الشركة الطيران وبشتري منهم تذكارتي مباشرة بتبقى اغلى شوية من الموجودة على موقع سكاي سكانر او المواقع اللي هي بتبقى زي اكسبيديا لكن انا بالنسبالي ده بيبقى اأمن كتير وانا بالنسبالي عنصر الامان في السفر عنصر يعني ما فيهوش هزار يعني انا بالنسبالي باغدو حتى لو هدفع اغلى سنة بالنسبالي بيبقى الفرق ده يستاهل لانه لقدر الله لو حصل اي ظرف انه مثلا الطيرات لغت الطيرات اخرت حصل اي ظروف او انتو ملحقتوش الطيارة ان دلوقتي لو انت حاجز التذكار بتاعتك من خلال موقع وسيد لما تكلم شركة الطيران عشان يحاولوا يحلو لك المشكلة ديت او يشوفو لك طيارة تانية او تغير موعيدك او كده بيقولو لك ارجع للوسيط اللي انت حاجز من خلاله وطبعا انت بقى هتبقى قاعد مستني خدمة العملة بتاعت الوسيط ده ان هما يردوا عليك فانا بالنسبالي دي لفة كبيرة جدا ماحبش احط نفسي فيها بنت محجبة لوحدك او حتى معاك كي صحابك البنات في بلد غريبة لازم تبقي عامل الامان ده مهم جدا الامان في الحجز يعني متروحي تلاقي الحجز بتاعك موجود فاكتر مكان يكون يكون امن هو booking.com ده افضل مكان انا جربته في حاجات كتيرة جربته في مشاكل جربته في ان مثلا قتال خصم مني فلوس زيادة عن المفوض يخصمها حاجات زي كده كتير بيحلوا المشكلة والكاستمر سيرفز بتاعتهم او خدمة العملة بترد على طول وبتحللك المشكلة بتبقى معاكي لحد اخر اللحظة فانا بصراحة بضمنهم وبحس ان هما مكان كويس تحجزوا فيه اختيار مكان القتال ده شيء مهم جدا ايه الاماكن اللي يفضل السياح ينزلوا فيها في نيودل هي اه السؤال بالمهم سؤال التطعيمات التطعيمات الهند بلد بتحتاج قبل ما تروحوها انتو تاخدوا مجموعة من التطعيمات بيبقى فيه مكاتب الصحة او فيه يعني لو فيه مكان مثلا خاص بياخد احنا مثلا بالنسبة لنا في القاهرة بنروح مكان اسمه المصر واللقاح التطعيمات المطلوبة هو كبد وباقي او بي وتيفود الحمى الصفرة والمالاريا النقطة بس المهمة في موضوع التطعيمات ده هو توقيت التطعيم لازم تاخدوا التطعيم قبلها على القلب قصبان عشان مفعوله يشتغل عشان يبقى استفادنا حاجة من التطعيمات ومن القلم اللي بيحصل لانه فعلا فيه التطعيمات احيانا فيه منها بيوقف الدراع يوم تمام يعني بس الهند تستاهل الربيع والخريف الصيف عندهم هناك بشع يعني حرارة احنا منستحملهاش وكذلك الشتاء بيبقى فيه امطار جامدة وحاجات مش بتاعتنا خالص فالافضل ان انتو تروحوا في الربيع اللي هو مثلا شهر اربعة وخمسة او الخريف اللي هو مثلا شهر ايه اه تسع عشر احداشر معاي الحد احداشر معاكو تمام دول افضل توقيتين تسافروا فيهم الهند هل ضروري ان انت تكون بتعرف هندي عشان تقدر تتعامل في الهند كويس لا الانجليش كفاية جدا ان انتو تتعاملوا في الهند كل حاجة على المنتجات مثلا بتبقى مكتوبة بتبقى مكتوب فيها هندي وانجليش المنيوهات في المطاعم بتبقى مكتوبة بالهندي وبالانجليش اه الناس اغلب الناس بتعرف يعني بتعرف انجليزي كويس حتى ولو سواء بتاع التوك توك مش عارف او مش فهمك ما بيعافش الكلم انجليزي كويس بس هو انت تقول له مثلا اسم المنطقة هيوديك لو انت مش عارف هندي خالص هتقدر ان انت تتعامل بمنتهج سهولة جدا في الهند العملة في الهند هي الروبية الهندي او الروبي هل احنا نقدر نحول العملة ديت من بلدنا مصر اه في صرافات هنا في مصر بتقدر ان هي اه تحول لكم من الجنيل مصري للروبية الهندي عادي مفيش مشكلة هي صرافات موجودة مش كتيرة لكن موجود الابشن ده لكن انا شخصيا بفضل ان انا حاول فلوسي دولارات عادي وسافر بالدولارات وحاول هناك الروبية الهندي على قدر احتياجي في الصرف سلط في نيو ديلهي اربع حاجات ريكشة توك توك او بيقول عليه احيانا اوتو مترو تاكسي اوبر وها الريكشة ده عجل عادية جدا وهو من وراء بيبقى فيها زي مقعد كده او كنبة صغيرة بيبقى فيها فردين وريكشة فالا ده بيسوقها وهو بقى يعني واوزانه الثاني حاجة توك توك بيبقى فيها عداد احيانا بيشغلوا واحيانا مش بيشغلوا انا في العادي اللي انا بعمله بصراحة انا بسأل الناس يعني اروح من هنا الهنا بكام لان الهنود عندهم مشكلة كبيرة جدا بيشوفك سائح بديك مبالك كبيرة جدا اكبر من ثمن التوصيلة فيفضل ان انت تبقى عارف فتعرف ازاي افضل وسيلة انك تسأل الناس حواليك احيانا في ناس كان بيطقف تفاصلي مع الرجل بتاع التوك توك في المشوار اللي انا رايحا بصراحة بييجوا معي ويفاصلوا فاني بصراحة ناس خدومة جدا وطيبين جدا بالنسبة لاستخدام المترو في المواصلات شبكة المترو في نيودلهي بجد عظيمة ورائعة وشبكة عن كبوتية حقيقي بتوصل لكل حتة انتوا عايزينها يعني كل حاجة تتخيلوها فيه جنبها محطة مترو فطبعا ده شيء برضو مفضل لما تيجوا تختاروا القوتلات تبقى القوتيل جنب محطة مترو بتات موجودة اونلاين انا بصراحة كنت طبعها مكنش مستنية حتى لحد لما روح وكاتبة كل محطة جنبها ايه سواء من اسواق من اماكن عايزة ازورها المترو دايما سريع بيوصلني لكل حتة اللي انا عايزاها ومش غالي وكمان حطات زي ما بتتكتب بالهندي بتتكتب بالانجلش وفيه خدمة صوتية جوه مترو بتقول اسم المحطة اللي جاية بالانجلش الموضوع سهل جدا وبسيط والناس فعلا متعاونة ولو سألتوا او تهتوا بتقدروا ان انتو تسألوهم وطبعا معاكم جوجل مابس بيساعدكم بشكل سريع جدا وبيزبط لكم الدنيا جامل اوبر ولا تاكسي احيانا في بعض المشاوير بتحتاج لازم تاكسي يعني مثلا مشوار المطار مشوار في حاجات بتبقى معاك شونط كتير او بتاع يفضل ان انت تختار اوبر علشان سعره محدد ومعروف فيه طبعا القطر وفيه البس هل اقدر احجز قطر من وانا في مصر لمسافر مثلا ساي من دلهي لجايبور مثلا محتاج احجز القطر ده هل احجزه في مصر مش مفضل قوي ان انتو تحجزوا تذاكر القطر اونلاين من وانتو في بلدكم في مصر او اي بلد عرب انتو مسافرين منها يفضل ان انتو لما تروحوا تحجزوا على طول مباشرة الرحلة اللي انتو عايزينها عندو الوصول ده يبقى افضل بكتير فيه درجات كتير للقطر فيه درجة الاولى ممتاز جدا وفيه درجات يعني مش دايما قطرات زي الافلام بنشوفها فيه حاجات تبقى قطر نوم فيه حاجات بتبقى مش مستهلة ان المسافة بتبقاش مسلا تبقى ساعتين تلاتة فيه حاجات مكيفة ونظيفة القطر نظيف وجميل الهند بلد كبيرة جدا جدا صعب انتو تغطوها في رحلة واحدة اعتقد ان انتو محتاجين على الاقل اربع رحلات عشان تقدروا تقولوا ان انتو لفيتوا لفة كاملة في الهند بس لو انتو رحلتكم يعني مثلا سي في حدود 12 يوم فيه رحلة دايما مشهورة او راوت من الرحلة دايما مشهور تلات مدن ده جولدن تريانجل هي المسلس الزهبي ده بيبقى دلهي اللي هي العاصمة اجرى اللي فيها تاجمحل جايبور نسمها البينك سيتي او المدينة الوردية فن معماري مميز جدا بيها اكسسوارات وملابس كوزين في الاكل يعني مطبخ برضو الراجس تاني ده بيبقى مميز جدا في الطعم وفي كل حاجة فدي تعتبر رحلة الى حد ما لمت حاجات كتيرة وفي وقت تتامل في وقت 12 يوم رحت لمدينتين كمان امرت سار ورنتنبور امرت سار دي في بنجاب شمال الهند تعتبر البلد اللي على الحدود ما بين الهند وباكستان فاكرين الفيلم بتاع فير زارة فاكرين اللقطة بتاعت لما شارو خان محبوس في باكستان واخيرا راجع بلد والهند بقى بعد مقضى المدة بتاعته فاكرين اللقطة اللي هم تقابلوا فيها في الحده اللي في النص ما بين بوابة الهند وبوابة باكستان زي ممر كبير قوي كده وواسع يعني وانتوا واقفين هنا بتبقوا شايفين الجيت بتاعت او البوابة بتاعت الهند والناحية تبقوا شايفين برضو الجيت بتاعت باكستان يعني بيبقى الموضوع بالنظر واضح جدا وقريب مسافة مش كبيرة في المش فكان ده في امر تسار وبنجاب يعتبر شوية الصعيد بتاع الهند نحن لدينا السعيد في مصر وهم السعيد في جمال الهند وهم أخلاقهم وطريقتهم وأسلوبهم وثقافتهم شبه السعيد لدينا الفيديو الجاي سأخبركم على شيء غريب جدا ومفاجأة بتحصل بين الهند وباكستان في أمري تسار مع كل الأشياء الغرائبيات والعجيبات التي أرى في الهند فده ستستنوا في الفيديو الجاي بالنسبة للرنتنبور فيها بارك أو غابة مفتوحة تركبوا عربيات 4x4 وتمشوا في الغابة المفتوحة حاجة من الأشياء اللي كلنا مندور عليها الناس كلها داخلها تدور عليها إنهم يشوفوا النمر هو نمر واحد في الغابة كلها وعملين بقى ندور عليه ندور عليه قعدنا بتاع 3 ساعات بندور عليه لحد ما في الآخر لقناه يعني مستخبي كده ونايم وبعدين طلع بقى لما شفنا طلع وفضل بقى ماشي بين العربيات وبتاع فموضاء كان يعني فيه اكسايتمنت كده وحماس رهيب وخوف وقلق وتركب بس أنا بالنسبية كنت أول مرة في حياتي أشوف نمر مفيش بني وبين وقفص عربيات أنا هوريها لكم في الصور مفتوحة فكانت بالنسبية لي حاجة غريبة جدا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر